السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه ويطيعوه ولا يعصوه ويشكروه ولا يكفروه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليعزروه ويوقروه ويطيعوه ولا يعصوه نحمدك ربي حمداً على كل نعمة أنعمت بها علينا ونشكرك ونثني عليك الخير كله نعبدك لا نكفرك أنت إلهنا وربنا أنت خالقنا ورازقنا دعوناك يا ربنا فزدنا وأعطنا وتبنا إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وسألناك يا ربنا أن تسترنا وتستر عيوبنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفى أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا من يجيب دعى المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنم أدعوك ربي حزينا راجيا فرج أدعوك ربي حزينا راجيا فرج فارحم دعائي يا رب البيت والحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجوده على العاصين مثلي بالكرم أسأل الله أن يكرمنا وإياكم وأن يسترنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم وأن يسعدنا وإياكم اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك أدعوك وأسألك بدعوة أبينا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أدعوك وأسألك بدعوة أبي الأنبياء سيد أقدم رسل الله سيدنا آدم عليه وعلى نبينا سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإن لا تغفل لي وترحمني أكم من الخاسرين أدعوك وأسألك بدعاء نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إشف مرضانا وارحم ضعفنا وتولى أمورنا وارحم أمواتنا وارحم إخواننا في سوريا وتركيا وارحم إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها واقبلهم عندك يا ربنا من الشهداء من الشهداء وعافي مرضاهم وأخرج من بقي منهم تحت التراب سالما حتى يرجع إلى أهله بحولك واحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد العالمين من الزلازل والفتن اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الربى والزنا والوبى ومن كل داء يا رب الأرض والسماء احفظ بلدنا مصرنا واحفظ بيوتنا واحفظ نساءنا واحفظ رجالنا واحفظ شبابنا واحفظ بناتنا واحفظ قناتنا يا رب واحفظ سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه اللهم اجعل بيوتنا أسعد البيوت اللهم أسعد نساءنا وأسعد أولادنا اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات اللهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم بعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين حتى يعيشوا في أمن وأمان وسلم وسلام حتى يكونوا أسعد خلق الله بموعود الله عز وجل من عمل صالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أي أختها بنتها كلامنا موجه إلى نسائنا إلى بناتنا إلى أخواتنا إلى أمهاتنا كلامنا موجه يعلم الله لسعادة القلوب والألفة بين الأزواج والزوجات كلامنا موجه إلى المؤمنين الموقنين المقرين المعترفين بوحدانية رب العالمين وبصدق النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للرجل خير ما يكنز المرء خير ما يكنز المرء كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال ثوبان قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المال خير فنتخذه قال لسان ذاكر وقلب شاكر ومرأة تعينه على أمر دينه أو على إيمانه المرأة الصالحة نعمة عظمى من نعم الله على البيوت وعلى الأسر وعلى الزوجات وعلى الأزواج لو أنعم الله عليك بامرأة صالحة ستهنأ وترضى وتعبد ربك وتربي أولادك على الخير فيبروك ويعينوك على طاعة الله سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خير النساء قالت التي لا تعرف للعيب مقالا التي لا تعرف عيب المقال ولا تهتدي لمكر الرجال خير النساء التي لا تعرف عيب المقال ولا تهتدي لمكر الرجال لا تعرف عيب المقال لسانها لا يعرف العيب لسانها لا ينطق إلا بالطيب لسانها لا يقول إلا الكلام الجميل إلا الكلام الطيب الحسن عناية على راسي على دماغي أنا تحت أمرك كما تحب الذي تحب أولادي نور عيني مهجة قلبي نبض قلبي دم الذي يجري في عروقي إيه اللي فيها ماذا بك لو قلت هذا الكلام الطيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن خير نساء تقول التي لا تعرف عيب المقال ولا تهتدي لمكر الرجال ما فيش حد يضحك عليها ما فيش حد يغدعها بالكلام المعسول الحلو فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها إلا من الزينة لبعلها ولإبقاء الصيانة لأهلها إمرأة ليس لها هم إلا إرضاء زوجها ليس لها شغل إلا إسعاد زوجها لأن سعادتها لزوجها سعادتها لنفسها وصيانتها لأهلها ليه؟ لأن لو أنا قلت لزوجي ما يرضيه وما يسعده في طاعة الله قلت لزوجي ما يصر به قلبه ها يعمل إيه؟ هيدعي لأمك ولأبيك ولا يمكن يسب أمك ولا أباك أنك تتزينين له وتحت أمره تفعلين ما يحب فيثني على أهلك ويكرم أهلك لهذا هي لا تعرف إلا الزينة لبعلها ولإبقاء الصيانة لأهلها بتصن أهلها من كل عيب وسوء وشر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند النساء والترمذي بسند صحاعة العلامة الألباني من حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال من تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ما تعندوش ما تعملوش اللي هو مش عايزه الدنيا متاع أي والله زينة حياة قصيرة أنتم عارفين يعني إيه المتاع؟ المتاع هو الذي يتمتع به إلى أجل ثم يزول المتاع هو ما يتمتع به إلى أجل ثم يزول الحياة كلها متاع إنما الحياة الدنيا متاع والآخرة خير الحياة الدنيا قصيرة نعيشها في سعادة وهنا أختها بنتها تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وهذا الكلام الذي نقوله دائما لصلاح البيوت وسعادتها بنسمع بنسمع عجائب وأشهد وأحضر مجالس عجيبة فيها أذى للقلب والنفس والروح فيها بعد عن طاعة رب العالمين الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قال لما نزل أي المال خير فنتخذه قال صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر ومرأة صالحة أنت تعينه على أمر دينا أنت السعادة أنت نوارة البيت أنت أمان البيت بشرط أن تكون على المنهاج بشرط أن تعيش على طاعة الله عز وجل تسره إذا نفر وتطيعه إذا أمر في المعروف أكيد حده يسأل أكيد وحده بتسمعني طب هو ليه ما بيعملش كده لما لا يساعدني لما لا يذكرني أقول كما قيل في الأدب العربي كان هناك رجل في خلقه سوء لكنه كريم ذات اليد في خلقه سوء لكنه كريم يعطي المال ينفق على أهله وزوجته وعلى أهلها في رجال كده تلا إلسانه سامحون يعني فيه بذاءة طويل عياب أهوج متسرع لكن كريم معطاء سخي طيب لا يمسك ماله لا ينتظر أن تسأله أن تسأله الزوجة لا ينتظر أن تطلب منه الزوجة على طول يجيب ويجيب بزيادة ويكرمها ويكرم أهلها فكلما تزوج بامرأة كرهت عيشتها معه فطلبت الطلاق وطلق رغم كرمه لكن لسانه لكن البذاءة لكن الخلق صحيح خلق الكرم فيه لأن الكرم من الأخلاق الأصيلة في الإنسان ليست مكتسبة إنما الأخلاق المكتسبة هي حسن المعاملة حسن العشرة الإحسان إلى من تعيش معه من زوجة وبيه وخيركم خيركم لنسائه قيل فتقدم لمرأة بعد ما طلق أكثر من مرأة فتقدم لمرأة عاقلة حكيمة واعية مدركة فقال لها قبل أن نتزوج اعلمي أن في خلقي سوء لكن ما تطلبين من شيء تجدينه فإن شئت أن تعيش معي على سوء خلقي فأنت وحالك فقالت له إن أسوأ منك إمرأة تجعلك تسيء الخلق إن التي أسوأ منك هي التي تلجئك إلى سوء الخلق كتير جدا ما أسمع أو تسمع أو تشوف أو تروا أو تحضر مجالس تقول إن شتمني أو ضربني أو ترضني أو طلقني أو فعل به أو هو يقول كثير جدا ما يقول إنها بذيئة اللسان أنها لا تطيع أنها لا تفعل أنها أقول ما الذي ألجأ دائما أقول لا يمكن أن يكون هناك رجل أبدا عاقل طبيعي يبدأ بالأذى ولا يمكن أن تكون هناك مرأة أبدا مطلقا طبيعية معقولة تبدأ بالأذى فغالبا يكون رد فعل فقالت المرأة العاقلة هذه أسوأ منك المرأة التي تحملك على سوء الأدب إيه اللي خليه طلع أسوأ ما عنده أنا كمرأة إيه اللي خلاها طلع أسوأ ما عندها أنا كرجل أنا اللي نكشتها أنا اللي ضغطت على نقطة ضعفيها علشان كده بنقول من اللي حملك على سوء الخلق هي ومن الذي حملها على سوء الخلق أنت فلو أن كل واحد منا راعى هذه المسألة شوف المرأة العقلة تقول أسوأ منك إمرأة تحملك على سوء الخلق وعاش معاه فلم يفرق بينهما إلا الموت بقت حكيمة عرفت العيب ابتعدت عنه أنا عصبي أنا لساني طويل إلا أقول تقولي حاضر علشان كده بقول في المرة السابقة تكلمنا عن كفران المنعمين كفران العيش وهو عيب في النساء وعيب منتشر في البيوت وقلت لكم سنرجع إلى هذه المسألة لأننا نحتاجها في بيوتنا في كل يوم إيه أسباب ارتفاع نسب الطلاق أنتم لا تشعرون بما يقع في المجتمع من هدم وخراب بل من فساد وإفساد بل من ضياع للأولاد وإخراج جيل مشتت جيل مريض نفسيا علشان كده نقول لماذا كل هذا لماذا لكلمة لكلمة قيلت لغضبة غضبتها لنسيان لخير فعله الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم في أغلب المرات التي أحضر فيها وتبقى طلب الطلاق مستحيل أي والله أقول لها ما في في زوجك أي ميزة أي خير أي شيء حسن بما يرضي الله عز وجل تقول لا فيه طيب لماذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر والمسألة بالموازنة انسى الشر واذكر الخير وكان همي أن أبين لأخواتي وللبيوت المسلمة كيف تعالجين هذا العيب من نفسك لأن كفران العشير عيب في النساء ذكره سيد الأنبياء إن كن تكفر قلنا نكفر بالله يا رسول الله قال لا تكفرنا العشير إن أحسن إلى إحدى كن الدهر كله ثم أساء إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو طبع أنثوي طبع النسائي نعم هل هو عيب أصيل لا يمكن تغييره أبدا بدليل أن عندنا نساء كاملات كما أخبر سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وفي كل زمان وفي كل بلد نرى نساء يضرب بهن المثل فأنا أقول كيف تتجنبين كفران العشير إزاي تعلجي نفسك وتحفظ على بيتك وعلى أولادك بل أقول تحافظي على نفسك وعلى كرامتك وعلى صيانة عرضك وعلى صيانة أهلك من أن يعتدي عليك أحد فهي صيانة لك في البداية كما تدين تدان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن الله لا ينظر إلى مرأة إن الله لا ينظر إلى مرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه لا ينظر الله إليها لأنها لا تشكر لزوجها أول حاجة في علاج عيب كفران العشير أول حاجة أن تلبيه فيما يحب وتطيعيه فيما يحب تلبي مطالبه التي يحبها في غير معصية الله ولو كنت تكرهين ولو كنت تكرهين مثلا أنا لا أحب أكلت كذا لا أحب أن ألبس هذا اللون لا أحب أن أضع هذا الطيب لكن هو يحب افعليه رغم أنك تكرهين لكن له يا سلام يا سلام وخليه هو اللي يقولك خلاص بلاش في الطعام في الثياب في المنام في الشكل حتى وإن كان أنت تحبين أن تسبغي شعرك باللون الأصفر باللون الأحمر باللون الجنجهات الأخضر أصفر كل خاص لبلون هو بيقولك أنا ما أحبش هذا المنظر يعلم الله أنا واحد من الناس لا أحب هذا ولا أحب هذا ولا أحب هذا لا أحبه ولا أطيقه معرفش عيب فيه فيعلم الله من أول يوم قلت لا أحبه والله ما كررتها ولا فعلتها بارك الله فيه أبدا ولا في مرة ولا فكرت فيها يعلم الله أول حاجة تلبيه فيما يحب تاني حاجة أن تعامليه وتشعريه أنك لا تستغني عنه ربنا ما يحرمنا منك ربنا ما يحرمنا من دخلتك علينا ربنا ما يحرمنا من ما جايبك لينا أنا مش عارفة كنا هنعيش إزاي من غيرك إذا أنت لما بيضيب سعب نبقى مستنينك حتى لو مش حقيقي حتى لو مش حقيقي يعلم الله أن هناك رجال يقولون لزوجاتهم قولي لي كده حتى لو من وراء قلبك لأنك لو قلت لها قولي لي أنا مش مستغنية عنك تقول أجذب عليك أيوة يختك ذي علي يا أمي اجذب علي وقولي ما استغناش عنك رغم أنك بتتمني أنه هو يمشي ما يرجعش لكن إيه اللي فيه عامل إيه بهذا لتحسن العشرة وليقر لك عينك وبيتك ويسعد بك والله لو قلتيها رغم أنك لا تستطيعين نطقها للا نقلبه نحوك ثالثا كل خلاف يقع بينكما لا ترد اللوم عليه بل سلي نفسك أنت ما الذي حمله على قول كذا أو على فعل كذا أذاني بلسانه ما تقول ليش أنت معيوب أنت ما تربتش أنت ما تعرفش دين أنت فيك كذا رجعي نفسك وليه اللي خلاه قال كذا أو لو تصرف معك تصرف سيء قالك مش هتروحي عند أهلك مش هدخل أختك هنا وأولادها ليه قولي لماذا ثالث حاجة أن تسألي نفسك عند كل خلاف بينكما تقول لي وهو يعمل كذا نعم كل هذه الأشياء للرجال لكن لأن البرنامج مخوجة للنساء فأنا أقول لك أنت ربي حاجة تناسي الكثير من عيوبه مقابل حسناته وهذا الذي قلناه إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر وأنت أيضا تقولي والله دا بيكرمنا والله ما بيستحمل علينا الهوى رغم أنه في وفي وفي لكن أول ما بنطلب حاجة بسرعة أهلي مجرد ما يرفعوا السماعة عايزينك على طول كل هذا خير فعليك أن تذكري محاسنة خامس حاجة وهي مهمة جدا تخيري الوقت المناسب للعتاب والطريقة المناسبة للعتاب تخيري الوقت المناسب للعتاب والطريقة المناسبة للعتاب هذا ذكاء المرأة وفطنتها تعرف إمتى تتكلم إمتى تطلب لما تلاقيه رايق هادي قاعدين بنتحك كذا وبناكل وبنشرب مع بعض أقول له كنت طلبت منك كذا وأنت وأنت نسيت ما قلوش وأنت ولا في دماغك وأنت ولا همك وأنت ولا سألك إني عندك ولا حاجة لكن أقول له كأنك نسيت قالت قالت نملة يا معشر النمل أدخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون شف أدب النملة شف أدب النملة مع نبي الله سليمان ألا تكونين مثل هذه النملة تخير الوقت المناسب والطريقة المناسبة للكلم وإياك 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 كما تفعل بعض النساء عندما يدن منها الرجل ويريدها تقول له استنى قبل ما تمد إيدك اكتب لي كذا حطي لي كذا في البق اشتري لي كذا إياك لا تفعل هذا أبدا لكن بذكائك بعد ما يسعد ويهنأ وأنت كذلك تسعدي وتهنأي قول له كندي عندك طلب هتقول لي وانا أقدم له طلب على عرض حال وإيه اللي فيها ما فيها ولا شيء هذا أدب أدب العشرة والمعاشرة بين الزوجين السادس خليك لماحة ذكية انظري إلى موضع نظره انظري إلى موضع أنفه ما تستنيش لما يقولك في ريحة في البيت مش طيبة أنا شايف في البيت ما كاركب هتقول له آه مكاركب بأولادك وانت ما تيجي تشيل وانت لا لا تنتظري أن يوجهك بل أنت لماحة ذكية مجرد مجرد ما لأته أعرض يبقى في حاجة شوف ريحتك شوف شكل الثياب التي تلبسينها داومي على الزينة وإذا اللي هتجي الخمسة بقى أو السبعة دائما حاولي التغيير في البيت في الفراش في الشكل في الهيئة في المكياج في التسريحة في الكحلة في غيري تقول إيه هو قاعد تلئ نعم وهو كذلك عليه أن يغير وعليه أن يفعل هذا أسريعي وأكثري من هذا آخر حاجته منه هي حظه في غيبته كما تحفظينه في حضرته يا سلام حفظه في غيبته قال لك لا تخرجي مش أدامه قال لك لا ترد على فلان مش أدامه قال لك لا ترفعي صوتك مش أدامه بس لا ومن ورائه ومن وراء ظهره لا تخرجي إلا بإذنه لا ترفعي صوتك في خرج والزوجك بعيد لأنه كل شوية يقول لك صوتك صوتك فما بتصدقه يخرج وتلاقي صوتك يجيب العمارة أو الشارع من أوله لا احفظي زوجك في غيبته كما تحفظينه في حضرته في حضوره قال لك لا تردي على حد لا تفتح الباب لحد وأنا غائب قلاص ما افتحش الباب إلا لمن أثق فيه لا تخرجي يبقى لا أخرج إلا بإذنه أو بعلمه لا أرد على التليفون إلا بإذنه أو بعلمه خصوصا إذا كان على الرجال الأجانب أو لا أعرف المهم أن تحفظي غيبته كما تحفظيه في حضرته مثلا من المسائل المهمة أنت تعودت أول ما يأذن الأذان وهو موجود تقومي تتوضي وتصلي يا سلام عليك سلام عليك يا أم المؤمنين عائشة طيب لكن في غيابه ماذا تفعلين هل نفس الكلام أول ما يأذن تقومي نعم افعلي هذا كما أنك تفعلينه في حضرته افعليناه في غيبته فإن تمت هذه فإنك تسعدين وتسعدين فإنك تكونين بيتا هادئا هانئة سعيدة جميلة الكل فيه يسعد بالآخر لابتسامة إياك والعبوس إياك والزمهرير إياك وتقطيب الجبين عليك بالابتسامة الابتسامة كما تفعل بعض النساء على لسانها وفي وجهها البسمة حتى وهي تعاتل بتضحك بتبتسم أيوالله في ناس كده الرجل نفس الكلام ليه العبوس ليه تقطيب الجبين ليه الحدة ليه من كونش حنيينين طيبين أليفين محبين أسأل الله أن يسعدكم أجمعين وأن يرضينا وأن يسعدنا وأن ينور بيوتنا وأن ينور قلوبنا وأن ينور وجوهنا وأن يحسن ختامنا وأن يحفظنا أختاه ما بين لحظة وأخرى تهدمت البيوت فلم ينجو منها أحد إلا رضيع أو وليد جديد ويموت الأهل كلهم فالدنيا قصيرة والدنيا مرحلة والدنيا لا تحتاج إلى قتل ولا إلى قتال أسأل الله أن يخرجنا منها سالمين غانمين طائعين راضين مرضيين هنيئين أن يخرجنا أن يخرجنا منها ونحن على أكمل طاعة وأتمها على أعظم كلمة نقولها أسأل الله أن يختم لي ولكم بكلمة السعادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الختام أستودعكم الملك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة